نأتي الآن للصفة الأخرى الصفة الأخرى يا بنات أنه الانحنى والالتواء لا يحدث فقط في مقدمة الجنين أيضا في النهاية الخلفية للجنين راح نلاحظ أنه تكون بشكل تركيب مخروطي هذا التركيب المخروطي راح نصيح له البرعم الذنبي أو الذيلي التيلبط واللي بدوره أيضا يعاني انحنى باتجاه الجهة البطنية الصفة الثالثة بنات أنه ظهور أزواج من التثخنات على جانبي الحبل الظهري وهذه التثخنات وخصوصا طبعا في النهاية الخلفية للجنين الزوج الأول راح نصيح له الوينغ بودز البراعم الجناحية اللي هي مستقبلة راح تنطينها الأجنحة والزوج الخلفي راح نصيحها الليغ بودز اللي هو راح ينطينها السيقان ونصيح لها البراعم الساقية الصفة الثالثة أو الرابعة قد تكون هو عدد الجسيدات الجسيدات هنا في جنين 72 ساعة راح تكون 35 زوج من الجسيدات على جانبي الحبل الظهري وما بعد هذه المرحلة ما نقدر نعتمد على عدد الجسيدات في تحديد العمر لجنين الدجاج ترجمة نانسي قنقر